هي واحدة من أفضل واجهات تشغيل الهواتف الذكية مستقرة، سلسة، قابلة للتعديل بشكل كبير وسريع وسريعة التطور أيضاً لتلبية احتياجات المستخدمين إنها واجهة ColorOS من أوبو واليوم معنا أحدث إصداراتهم ColorOS 14 هيا نتعرف على أهم مميزات هذا الإصدار أهلاً في عالم التحديثات الجديدة أولاً إعادة تصميم وابتكار عملت أوبو على اللجوء إلى الطبيعة كمصدر لإلهامهم في تصميم هذه الواجهة نجد أن ColorOS 14 يحسن من عناصر تصميم أكوامورفك عبر مؤثرات صوتية جديدة تدعى أكوامورفك ساوند ستايل وهي لغة تصميم صوتي جديد تماماً لكولر أو اس 14 تعاونت أوبو مع أكاديميات الموسيقى المحترفة لدراسة التفضيلات المستخدمين للصوت وتعاونت مع أفضل فرق الهندس الصوتية في العالم لإحياء تأثيرات صوتية جديدة تشمل أكوامورفك ساوند ستايل عشر مجموعات من النغمات بموضوع أكوامورفك المكالمات والتنبيهات والإشعارات بالإضافة إلى سبعة تصميمات صوتية عالمية لواجهة المستخدم أيضاً ثيمات ومواضيع لونية وتفاعلات وغيرها إلى جانب مجموعة من المميزات الرائعة المدعومة بالذكاء الإصطناعي لتساعدك على العمل بشكل أكثر كفاءة وذكاء وإبداعاً ثانياً أداء سلس عملت أوبو لتكون واجهة التشغيل سلسة طوال الوقت ومهما كانت سيناريوهات التشغيل وذلك عبر تقنية تيرينتي إنجين وهي مصممة لتحسين السلاسة والاستقرار العام عبر إدارة دقيقة وجدولة لموارد الحوسبة والذاكرة والتخزين على مستوى تعليمات البنية الدقيقة مع محرك تيرينتي والذي يعمل من خلال ثلاثة محاور الأول روم فيتاليزيشن يتسبب تراكم الصور ومقاطع الفيديو وغيرها من الملفات مع مرور الوقت في إبطاء الهاتف هنا يأتي الدور الأساسي لميزة تنشيط الذاكرة الرئيسية في محرك تيرينتي ليوفر مساحة عبر ضغط بيانات التطبيق والملفات عبر تقنيات الضغط وتجزئة الملفات وتسريع الذاكرة من خلال هذه العملية يمكن للهاتف توفير ما يصل إلى 20 جيجا بايت من مساحة التخزين مما يساعد في التعامل مع مشاكل تدهور الأداء الناتج عن استخدام الهاتف الذكي لفترة طويلة المحور الثاني تنشيط الذاكرة العشوائية وذلك من خلال تحسين آلية عمل الرامات واستخدام تقنيات أوبو الخاصة يمكن لواجهة التشغيل تسريع تشغيل التطبيقات وتحسين مستوى السلاسة عند التنقل بين التطبيقات حتى في حالة الحمل الثقيل عند تشغيل عدة تطبيقات في نفس الوقت يمكن تعزيز سلاسة الاستخدام بنسبة 10% والاحتفاظ بالتطبيقات المستخدمة بشكل متكرر في الخلفية لمدة تصل إلى 72 ساعة المحور الثالث والأخير هو تنشيط وحدة المعالجة المركزية تعتبر ميزة أخرى في محرك تيرينتي حيث تستخدم الخوارزميات المعقدة لتوجيه موارد البطارية بدقة من خلال الحفاظ على التوازن المثالي بين الأداء وكفاءة الطاقة للحصول على تجربة استخدام رائعة دون استنزاف البطارية ثالثا خصوصية أكبر أمان أكثر تم توجيه واجهة ColorOS 14 لتحتوي جميع ميزات الخصوصية المتاحة في نظام أندرويد 14 من بينها إمكانية حذف المحفوظات بعد وقت قصير من الاستخدام لمنع تسربها عبر البرامج والتطبيقات الضارة بفضل تقنية Auto Pixelate يمكنك الآن تعتيم أو طمس صور الملف الشخصي والأسماء في لقطات الشاشة بنقرة زر واحدة ولاحظ أن مجلد Private Save الآن يتم تشفيره عبر نظام تشفير AES مما يعزز من مستوى الأمان وهناك خاصية Picture Keeper وهي ميزة جديدة تعتمد على أحدث إمكانيات الخصوصية في أندرويد 14 لمنع التطبيقات من إساءة استخدام الأذونات لصورك أو مقاطع الفيديو الشخصية مع هذه الميزة يمكنك أيضا الآن تعيين أذونات لكيفية استخدام كل تطبيق لصورك أو مقاطع الفيديو في الألبوم يشمل ذلك خيار إدارة الأذونات الجديدة للصور ومقاطع الفيديو المسمى اسأل في كل مرة عند تمكين هذا الخيار يجب على التطبيق أن يطلب الإذن في نافذة منبثقة في كل مرة يريد فيها الوصول إلى صورك ومقاطع الفيديو رابعا تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي زودت أوبو واجهتها بعدد من الخصائص المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل خاصية فايل دوك يمكنك من خلالها حفظ الصور أو النصوص أو الملفات بسهولة للوصول السريع عبر تقنيات السحب والإفلات وذلك داخل التطبيقات وهناك خاصية سمارت تاتش والتي تتكامل مع خاصية فايل دوك حيث ما عليك لالتقاط الصور والنصوص التي كانت سابقا غير قابلة للاختيار سوى التقاط لقطة شاشة بسحب ثلاثة أصابع للأسفل ثم حدد استخراج المحتوى والآن يمكنك الضغط مطولا على صورة أو نص أو حتى نص داخل الصورة وسحبه إلى فايل دوك للوصول السهل في وقت لاحق وخاصية سمارت إميج بميتينغ وهي التي تمكنك من قص الأشخاص أو الحيوانات بمنتهى البساطة دون الحاجة إلى برامج تعديل الصور الاحترافية وأصبح الآن أمرا سهلا مع الضغط بشكل طويل يقوم رينو إليفين بتحليل الصورة يختار الكائن الأمامي ويحولها إلى بي أن جي شفاف للمرونة القصوى عند الحفظ أو مشاركته كان هذا أهم مميزات هذه الواجهة أخبرونا ماذا أحببتم ونترككم برعاية الله وحفظه إلى اللقاء